في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل الجنباري بطريقة تنافس المطاعم بجدارة هقولكم كل التكات اللي في الجنباري وطريقة التسوية بتاعته لأنها مهمة جدا أهم حاجة في الجنباري طريقة التسوية بتاعته هقولكم كل التفاصيل اللي فيي اللي بينا ندخل على الطريقة بالتفصيل لو أول مرة تشوفوني أنا شايماء حسن ودي قناتي أولا أنا من قبلها بليلة من الضفة الجنباري كويس جدا وشايلة منه السنسلة الرمل اللي في الضه ومقطع عليه بصلايا متوسطة وفلفلايا حامي وطمطمايا صغيرة وتبّلته بملح وفلفل وطبعا فصين توم وتبّلته بملح وفلفل وكمون بس كده وعصرت عليه معلقة لمون وكنت سايبة فيه القشر كده بس طبعا قشر اللمون انا هشيله دلوقتي هتخلص منه وسايبة التدبيلة لما بتكون من قبلها بليلة بتفرق جدا برضو في الطعم وبيتشبع بقى الجنباري بالبصل وبالحاجات اللي فيه حطيت بقى زيت في الحلة هتسخن كويس جدا 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 وبعد كده انزل عليها بالجنباري بتاعي لازم الحلة تسخن كويس جدا لازم النار تبقى عالية جدا جدا وإحنا بنعمل الجنباري وهنبتدي بقى نقلب بنفس الطريقة اللي انتو شايفينها دي ما نقلبش بمعلقة علشان خاطر الراس بتاعته ما تتفكش منه وشايفين الجنباري بتدى أول ما حطيته بتدى ياخد لون طريقة التسوية بقى مش هتزيد عن تلت ساعة على النار يعني من ربع ساعة لتلت ساعة على نار عالية دي أهم خاطوة في تسوية الجنباري إن هو ما تحطهوش على النار كتير وبرضو لو دخلتيه الفرن ما تسيبهوش كتير لأن الجنباري من نوعيات اللحوم هو والصبيت والحاجات دي من نوعيات اللحوم والكبدة برضو نفس الفكرة دي لو حطتيهم على النار كتير كل ما تسيبه على النار أكتر بيشد على عكس أي لحمة عادية إن هي كل ما تسيبه على النار بتسوي أكتر أول ما يبتدي بقى يدخل في التسوية هحط معلقة توم على فلفل دي قرب ما يدخل في التسوية يعني خلاص فاضل مثلا خمس دقايق ونقفل عد ربع ساعة وفاضل خمس دقايق بحط معلقة التوم على فلفل دي مفرومين مع بعض وهدي تقليبة تاني وأغطي كل ده زي ما بقول لكم على نار عالية وخلاص كده الجنباري هو استوى معايا هنزل بقى آخر حاجة هديله تقليبة الأول وأنزل بعصير لمونة كبيرة طبعا ده كيلو الجنباري المكونات اللي أنا قلت لكم عليها دي لكيلو جنباري طريقة بسيطة وسهلة بس تكت التسوية دي هي دي اللي هتفرق معاك في الجنباري حتى الجنباري المقلي يعني الجنباري اللي مستوي بالطريقة دي بياخد وقت عن الجنباري المقلي الجنباري المقلي بتحطيه في الزيت ما يزيدش عن دقيقتين في الزيت يعني من دقيقة لديقتين بالكتير قوي يعني لازم النار تكون عالية جدا جدا ويدوبك تحطيه ياخد لون يطلع على طول في مرة تانية ان شاء الله بأعملكم الجنباري المقلي بكل تفاصيله وبس كده الجنباري ده فعلا حلو جدا وينافس جنباري مطاعم بجدارة وده شكله النهائي أتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى تجربوا بقى الجنباري بطريقتي وتيجوا تقولولي رأيكم في التعليقات شكرا لكم جدا على المتابعة ان شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم